تحسنتي في مرة أنه يحتاج إلى المساعدة؟ إذا أنت مضايقة، أنت لا تستطيع أن تتحدث مع أي شخص؟ طبعاً، أيوة، طبعاً، لأن أنا كمان مع الأسف بقي عندي أنزايتي أتاكس، بانيك أتاكس، ما كنتش كده، لأنني ما كنتش كده خالص، دلوقتي لا، بقيت بساعات كتير قوي بقعد في السرير بالخمس ست ساعات عشان أعرف أغمض عيني لأنك متساعدة وليساً، أنا مجدداً، بسرعة وليساً، مجدداً، لأنني أتحرك بالضبط، بسرعة وحشة قوية، فأحاول بطلب المساعدة كتير في هذه المواقع جربت مع دكتور نفساني مثلاً، وبلشت جلسات، جربت لساً، مبلشتش جلسات، بس كلمتها في الناس، وهي عملت لي رامدي قصد، رامدي، وضعت ليها... ستتغير حياتك كثيرا إذا جربت هذا الموضوع خصوصا إذا جربت الإبنوز أنا من الناس اللي كنت بتمسخر على الحاجات دي يعني أنا رحت عند دكتور أميرنا اللي بحييها في بيروت أنا كان عندي نفس الموضوع يعني فشخصت و اكتشفت أنه أنا شايل 500 كيلو على دهري حاجات قديمة عباء وسترس اللي I don't need it حاجاتي I don't need فبالشنا طلعنا هالدفتر وبلشنا من الطفولة إلى هلأ بس الواحد عن جات فيه شغل كثيرا بس أتدع في الحاجات جدا 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 حتشوفي أنه هيصير عندك شفت في حاجات كثير بحياتك شخصية زوجك قريبة منك ولا مختلفة اختلافكم عامل البالنس كيف تجدها؟ لا شخصية جوزي شبهي قوي 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 في المبادئنا أنا بس مش في طباعنا يعني اتباعنا إحنا مختلفين يعني أنا بانكتول قوي كده هو لا مواعيد طبعا مع أن هو مامتو ألمانية هو خارج مدرسة ألمانية لكن هو مواعيده صعب قوي أنا مواعيدي تضبط عليها الساعة وممكن أتوتر قوي لو هتأخر شوية فإيه دي مثلا إطباع هو مثلا أنا منظمة أكتر هو مش منظم قوي يعني فلكن إحنا زي بعض قوي في الفاليوز لكن مش في إطباع ده بيعمل بالانس طبعا يعني لكن كنت أتمنى أن يبقى إطباعه في التوضي بقى زي شوية أكتر شي قلتي هتعمليه لما ترجع يا رب الحياة لطبيعتها أرى أهلي أكتر أنا أريد أرى أهلي كل فين وفين ويأتي نقعد في الجنينة لكي أتمنى وحضن أهلي كثير وأحضن أهلي كثير وأيضا أبني أحب أحضن وأبوس وأنا قدلي بزيادة فمش عارفة أعمل هذه الأشياء هذه أكتر أفتقدتها وأنا أعرف أنك أيضا تحب السفر طبعا وبعدين أبني كبير عايش في فينكوفر فطبعا أول حاجة أعملها لأنني مروجت لي المحظة أن أسافر له أكيد أسافر طيب 2021 ممكن سنية واحدة طبعا ترجمة نانسي قنقر